موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام صباح نستهل في سعة الخاطر ورضى الحاضر وهمة الشاطر صباح بالحمد تنفسنا وبالخير نويناه للنجاح سعينا هذا احنا وياكم في حلقة جديدة من الصباح رباح معاكم يوميا بمواضيع وفقرات منكم وفيكم وعلى قدم نوساق ومن صوبنا نقدمها ونستعرضها لكم أنا جاهزة في الستيديو ونديبين برنامج صباح رباح جاهزين كل واحد في مكانه بينقلوا لنا أجواء أكثرية مميزة منها تعليمية من جامعة قطر ورياضية واستهلاكية من الأسواق الإلكترية خلونا في البداية نتعرف على مواضيع حلقتنا اليوم مع مناديبنا ونروح في البداية مثل ما أنتوا عارفين لصباح أول شيء نكهة جدا خاصة تأخذنا هذه النكهة في بداية يومنا وياكم لنكهة أصلية موجودة هنا قريب في سوق واقف وين التوابل والبهارات الزميلة حنان موجودة هناك بتمدنا بمجموعة من المعلومات صبحت الله بالخير يا حنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبح عليكم مشاهدينا وصبح على زميلتي حصة اللي بالستيديو بكل خير أنا معاكم مثل ما قالت من سوق واقف وحاليا وبالتحديد في محل البهارات طبعا مثل ما أنتوا شايفين أنا اللي قدامي واللي في يدي طبعا هاي نوع من أنواع البزار والبهارات طبعا البهارات والبزار لهم كذا نوع وألوان وأشكال حتى بالطعم يتغير لتفاصيل أكثر رح تعطينا ياها الوالدة أم الوليد تابعونا إذن إحنا معات وفي انتظارت وأنتي والوالدة أم وليد إن شاء الله ومن سوق واقف مشاهدينا وسوق البهارات تحديدا نروح للخور إلى سوق السمت مع نديبنا فواز مزهر ياهلا ومرحبا بك صبحك الله بالخير صبحت الله بالخير أختي وصبحكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعين أيضا عبر الأثير مثل ما أنتم شايفين أنا موجود في الجبرة في سوق السمك في الخور وإن شاء الله راح نطلعكم على أهم التفاصيل الموجودة في سوق السمك إن شاء الله إن شاء الله فواز نحن في انتظارك وبنعرف الأسعار أمس كنا في الوكرة واليوم في الخور وبنشوف تفاوت الأسعار ومدى الإقبال من الخور إلى من الوكرة إلى الخور إذن مشاهدينا مثل ما قلنا لكم فقراتنا جدا متنوعة فمن الخور نرجع شوي للدوحة وتحديدا جامعة قطر وعن أفضل الأبحاث وأبنائنا المتفوقين ونشوف مع محمد اللخن شو بخبرنا فيه صبحك الله بالخير يا محمد صبحك الله بالنور يا حصة وصبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام بالفعل أنا متواجد معكم في جامعة قطر جامعة قطر تحديدا في استقبال قاعة المؤتمرات اللي راح يحدث هنا في تمام العاشرة تقريبا من الخامس من يناير للعام الجديد شيء عظيم لأنه سبعة من طلاب ماجستير في جامعة قطر لعلم المواد راح يلقوم مشاريع التخرج للماجستير أحد الطلاب هم سعود الشمري اللي راح نعمل معه لقاء إن شاء الله قبل ختام هذه الحلقة سعود راح يكون رسالة للماجستير تحمل عنوان اكتشاف عناصر نظائر المواد المشعة في التربة نفسها فلذلك نقول لكم موضوع جدا راح يكون شيء سبع طلاب ستة منهم بنات واحد راح يكون سعود الشمري انتظروني عشان ناخذ اللقاء مع سعود الشمري إن شاء الله محمد في انتظارك وانتظار نسمع الأخبار عن هذه المشاريع الهاتفة وهناك هدف لكنه قليل الحركة وكثير فيه من التصويب وتحديدا إلى منافسات بطولة قطر للرماية والقوس والسهم اللي نظمها الاتحاد القطري للرماية ونديبنا سعود المعاضي صباح كلا بالخير مرحبا ومسهلا يا أخواتي أصبح عليكم بالخير وصبح على مشاهديننا الكرام بالخير طبعا أنا موجود في نادي الرماية وإن شاء الله بعد شوي رح نتعرف على منافسات بطولة قطر للرماية طبعا أنا جيت قلت أحرك جسمي شوي إن شاء الله برجع لكم بعد شوي مع تفاصيل أكثر عن هذه البطولة إن شاء الله أكيد وشوقتنا يا سعود أن نحضر معاك ونطلع معاك مرة ثانية ونشكر من ناديب قناة الريان بنعود لهم إن شاء الله في سياق حلقتنا والحين مشاهديننا جاء موعد أشاركم أبرز عنوين وأخبار صحفنا الصادرة لليوم طبعا أبدأ معاكم مشاهديننا بجريدة العرب في عنوانها الأول اللي يقول تعاون كطري ياباني للارتقاء بطب الجينات هذا التعاون اللي يظهر عنه أو تظهر عنه خطة لإنشاء مختبرات ومشاريع بحثية جديدة بالاشتراك مع برنامج الطب الوقائي والابتكار في التشخيص بمعهد ريكن الياباني طبعا أعلن عن هذا التعاون معهد قطر لبحوث الطب الحيوي اللي هو عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هذا بالنسبة لخبرنا الأول الخبر الثاني وهو اللي أكد عنه أكده سعادة السيد عبدالله القحطاني يقول الوعي الصحي أهم من المستشفيات والمراكز وطبعا هنا يقصد فيه أن يكون هناك في خلق وعي صحي لدى السكان وتعزيز أنماط الحياة الصحية بما يسهم طبعا في تحقيق الأهداف الصحية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 ورؤية قطر الوطنية وصحتك أولا ضمن معارض الابتكارات عندنا هنا الخبر الثالث شهادتان دوليتان لحمد في سلامة الأغذية هناك في شهادة تحليل الأخضار ونقاط التحكم المهمة وأيضا عندي شهادة الأيزو التي هي 22000 أو التي هي 22000 في سلامة الأطعمة والمواد الغذائية والخبر الأخير في جريدة العرب وهو عن معرض الكتاب الذي أعلن تفاصيل اليوبيل الفضي له وزير الثقافة في مؤتمر صحفي هذا المؤتمر تم أمس في برج الوزارة بيكون هناك فيه 432 دار نشر من 29 دولة بمعرض الكتاب اللي راح يبدأ في سبعة من هذا الشهر إلى 17 يناير إن شاء الله بمركز قطر الوطني للمؤتمرات هذه بالنسبة لجريدة الوطن وأخبارنا في جريدة الراية هي الجريدة الثانية في خبرها الأول العنوان الأول يقول إلغاء الحصص الدراسية خلال الامتحانات وخصوصا أنه تم انطلاق الباقة الثانية اليوم للصفوف من الأول للحادي عشر وطبعا أكد المجلس الأعلى هنا أن الفترة هذه المقبلة ابتداء من اليوم حتى الثالث والعشرين من يناير الجاري بتكون فترة اختبارات فقط وليست أيام تمدرس طبعا باقي الخبر متروك لقراءنا لأعزائي ويقرونها وبالتوفيق لكل طلابنا في جميع مراحلهم الخبر الثاني أيضا عندي في جريدة الراية وهو انطلاق مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد اليوم المسابقة الافتتاحية بيكون فيها اللي بتكون لهدد التحدي والفروخ الشواهين والحمام الزاجل الخبر اللي يليه ضمن فعاليات برنامج لقاء مع مسؤول بلدية الدوحة تحرر 9000 مخالفة العام الماضي عندنا هنا أيضا الخبر الأخير من صحيفة الراية ضمن معارض الابتكارات العالمية 17 و18 فبراير المقبل عرض حملة صحتك أولا على هامش قمة وش طبعا مجملة صورة بصور أولادنا من بنات وأولاد عندنا هنا الجريدة الثالثة اللي هي جريدة الشرق في خبرها الأول تحديد المقار النهائية للدوائر الانتخابية وزارة الداخلية تدشن الموقع الإلكتروني لانتخابات المجلس البلدي بعض العناوين الفرعية المصاحبة للخبر نشر جداول الناخبين المسجلين في كل دائرة فور انتهاء الإجراءات اللازمة لذلك عندنا أيضا بدع عملية الطعون والتظلمات 11 فبراير لمدة سبعة أيام عندنا أيضا إجادة القراءة والكتابة والسن من ثلاثين عاما من شروط الترشح للمجلس البلدي هذه بعض من العناوين الموجودة الفرعية المصاحبة للخبر عندي أيضا الخبر الثالث من جريدة الشرق وقعت مذكرة تفاهم مع مركز ميغا للتدريب والاستشارات اللي هي كلية المجتمع والتي تطرح دبلوم وأول بكالريوس للإدارة العامة وهذا تطور كبير يعني في مسار الكلية عندنا أيضا الخبر اللي يليه الدكتور إبراهيم الجناحي كشف عن سعي مركز الأبحاث لإجراء ألف بحث طبي خلال 2015 حمد الطبية أنجزت ستمية بحث طبي بدعم 11.8 مليون دولار من صندوق البحث العلمي وبعض العناوين المصاحبة أيضا للخبر قطر تمتلك العديد من المزايا اللي تأهلها لاحتلال مكانة علمية عالمية والقيادة الإكترية تملك رؤية علمية نادرة والدعم السخي للبحث العلمي في قطر يعد طبعا الأكبر عالميا ونسعى لتطوير دورية قطر العلمية التي تفتر عن حمد الطبية والخبر الأخير من جريدة الشرق مهرجان ربيع سوق واقف يجمع نجوم الخليج والعرب بمشاركة ستة من مطربيه قطر طبعا المهرجان بيستمر 15 يوم في فترة خلال 23 يناير حتى 6 فبراير هذه بالنسبة للصحيفة الثالثة عندنا الصحيفة الرابعة وهي جريدة الوطن في خبرها الأول نتائج توصيل الخدمات للقسائم غدا تعلن عنها كهرماء عندنا أيضا الخبر اللي يليه عن جامعة قطر 62 طالبا مبتعثا في جامعات عالمية وانضمام 19 قطري لهيئة تدريس جامعة قطر وهذا الخبر السياحي أن السياحة العائلية تعزز نسب إشغالات الفنادق التي وصلت 80% هذه الأيام خبرنا الأخير رياضي بروبة أخيرة للعنابي تكون اليوم أمام ويلنغتون النيوزلندي استعدادا لمباراة الإمارات وكل التوفيق سواء كان للاعبنا لطلابنا لكل من يسعى في عمل وعنده هدف ولمناديبنا اللي بنارجع لهم أيضا بعد شوي وكل من يستغل طريقة في أي مضمون أو موضوع يبغي مشاهدينا كلنا ما ننكر أن هناك فيه زحمة سير موجودة في أي بلد في العالم تحديدا المدن اللي تشهد كثافة سكانية وتشييد عمراني موضوعنا لليوم كيف يتعامل الواحد منا مع زحمة السير عارفين كل طريق بنحصل فيه زحمة بنحصل فيه وقوف لمدة دقائق سواء كان على إشارات سواء كان هناك فيه تحويل لمسار فخلونا نسمع بعض أراء هالقطر في هذا الموضوع ونرجع لكم مرة ثانية الزحمة والله خلي الراديو لو ما هو بالراديو وكان ما طلعنا من البيت بس وليما صبرنا على الزحمة عادة خبرك احنا لازم نكون مع اللي قاعد يصير في المجتمع طبعا نقلة نوعية الدولة قاعدة يعني تنخرط فيها ولازم يكون لازم نكون احنا متحليين بالصبر الزحمة في كل مكان المواقع الإنشائية في كل مكان الواحد لازم يكون متروين أوعما فأنا أشوف أن الواحد يلهي نفسه وقت الزحم بالذكر بالذكر الله سبحانه وتعالى أو أنها إذا كانت سيارتها معدة إلكترونية ممكن أن يقدر يعتمد على نظام البلوتوث أن يتكلم مع أحد من من هلة أو من أصدقاء بس ما أنصح أنه واحد يعني يمسك التلفون أثناء القيادة سواء كانت زحمة أو غير زحمة لأن السالفة عبارة عن ثواني والله يستر إن شاء الله يعني الواحد ما يتهور خاصة في هذه المرحلة الانتغالية في تطور في تقدم وفي يعني المشارع كله بقاية للإنشاء وإن شاء الله يكون فيه تحسن للأفضل إن شاء الله لازم تكون شوي صبور تنسى شوي الزحمة تنسى أن فيه ناس أحياناً ما شاء الله البلاد قاعدة تزيد كل سنة العدد سكان يزيد فيها فتحاول أنت من نفسك تغير من شخصيتك من سلوكك ردة فعلك سواء في الشارع أو أنك تكون صبور والله حاول أن تكون صبور في الزحمة تدريح أن الدنيا كلها زحمة كل مكان قبل المشوى ليأخذ معاك خمس دقائق أحين يأخذ معاك نص ساعة يعني أنا قبل كنت أطلع من البيت للنادي أخذ لي عشر دقائق الآن نأخذ نص ساعة مع أنها في نفس المنطقة اللي أنا عايش فيها يعني نحاول نصبر يعني إن شاء الله نحاول نصبر هناك في تروي هناك في صبر هناك في آليات مشروعة مستخدمة ممكن يعني تصبرنا شوي على طول المسافة وفي النهاية يعني يهمنا إن إحنا نوصل بسلامة كيف تتعامل مع زحمة السير؟ سؤال لنتطرحة عليكم مشاهديننا شاركونا بأراءكم على هاشتاق برنامج الصباح رباح يظهر أمامكم الآن على الشاشة في انتظار ردودكم ومثل ما وعدناكم فقراتنا مستمرة معاكم ابقوا معاننا وبنتعرف على المزيد والمزيد من المواضيع لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر